مارس كولر مديل فني دي النادي الاهلي بعد مباراة الترجي قال كانت مباراة قوية وقال ان احنا ما دخلناش المباراة بالشكل المطلوب في الشوت الاول لكن انا تحسننا بعد ذلك في الشوت التاني وقال ان احنا انهينا الشوت الاول وكل شي على ما هو عليه الان امامنا الشوت الاهم في القهارة وقال علينا ان نركز على غلق المساحات على الترجي وعدم منحهم المساحة وفي نفس الوقت خلق الفرص دون اندفاع ده كلام محترم جدا وده اللي حسيته النهاردة من النادي الاهلي في بعض الناس كانت عايزة النادي الاهلي يهاجم بشكل اقوى واشرس النهاردة الترجي اخترت كلها كلها في المساحات في المساحات ديهم مساحات كرات طولية خطفين جون عاملوا كده مع سان داونز مرتين سان داونز كان هو الطرف الاكثر هجوما والاكثر شراسة في المباراة الزهاب والعودة في نصف النهائي وقدر الترجي اختفهم زهابا وايابا واحد سفر هنا واحد سفر هنا فكان من الطبيعي انك النهاردة تبقى حريص جدا دفاعيا وتحاول تحاول تخطف تحاول في بعض الاوقات تضغط عليه بس اوقات قليلة جدا وهذا اللي عاملوا مرس كرة عشكا قلت لك مرس كرة للنهاردة تفوق تكتكيا في هذه المواجهة